لم تترك المملكة العربية السعودية لاعتداءات الإجرامية على مصالحها الدبلوماسية في إيران تمر مرور الكرام حتى عجلتها المملكة بقطع العلاقة الدبلوماسية معها واتخاذ قرارات حاسمة على مستويات عدة وهو ما أثنى عليه مجموعة من المثقفين والكتاب الفلسطينيين في قطاع غزة دعين كذلك إلى مبادرة لتشكيل تحالف إعلامي وثقافي عربي وإسلامي بهدف نشر الوعي والتصدي لتدخل إيران في شؤون الدول العربية والإسلامية أطلقنا هذه المبادرة لإيقاف هذه الفتنة التي تحاول أن تشوش أفكار الشباب العربي وأن تقودوا إلى أفكار متطرفة وإرهابية الغزو الفكري أصبح يهدد مستقبل الشعوب العربية والإسلامية لأن اليوم المشروع الصفوي الإيراني يحاول أن يسيطر على كل العربي على كل الدول العربية والإسلامية ويحفل سجل النظام الإيراني بكثير من الانتهاكات التي تحاول تصديرها إلى دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الفتن فيها المملكة العربية السعودية عندما تقطع علاقة مع إيران نظفت يدها وجسمها من هذا الخبث أن هذا المرض الذي يريد أن ينتشر وكأنه وباء وليس مرض فقط ويعالج ووباء يجب أن يشتث وتلقى خطوات المملكة العربية السعودية وقراراتها الأخيرة للتصدي والحيلولة من المشروع الإيراني وتفنيد حججها الواهية في المنطقة إجماعا عربيا وإسلاميا كبيرا سياسة الحزم والحسم التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب لم تشتثه فحسب رأي كثيرين بل وتقطع الطريق أمام من يعمل على نشره وتنميته محمد بعلوشة الإخبارية قطاع غزة